بسم الله الرحمن الرحيم ازايكو عاملين ايه النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة يا رب ان شاء الله تعجبكم عاملين وصفات زريفة وبسيطة جدا وطعمها خطير اول وصفة هنعمل مكارونا محمرة بالسجوء دي وصفة سهلة جدا وطعمها لذيذ وهتخلصي الغدى بسرعة والسجوء هيديا سنة تحبيشة كده يعني انا بصراحة بحب الوصفة دي جدا وخصوصا لما بقعيزة اعمل حاجة كده في الانجاز والوصفة التانية هنعمل البيتزا كون عجينة بيتزا بسيطة خالص زي ما دايما بنعملها بس هنعملها شكل ارتاص كده زريفة الولاد هيحبوها جدا وبرضو بسيطة واحلى من اللي احنا بنقولها برا والوصفة الاخيرة هنعمل ترايفل الفواكه بالكريم شانتي زريف جدا جدا شبه اللي بتشوفه كده في المطاعم والكافيهات هيعجب الولاد جدا ان شاء الله ومقذيروا كلها بسيطة اول حاجة المكارونا المحمرة بالسجوء بصوا يا شباب معايا كيس او كيسين حسب عدد افراد الاسرة يعني من المكارونا المقصوصة الصغيرة اللي بيتقال عليها المرمرية اللي هي الصغنونة خالص طبعا تقدر تجيبي الاجب الاجبار منها الحجم الاجبار زي ما انت عايزها واي شكل مكارونا براحتك معايا معلقتين كبار من الزيت معايا مكعب مرأ نص كيلو تقريبا من السجوء وهيه السجوء هناي وهنقطعه كده بالنص يعني مايبقاش ايه تقطع حيطة صغيرة معان برضو حسب بالرغبة يعني بس انا ايه هعمل السجوءات كبيرة هقطعها نصيا معايا بقى معلقة كبيرة من البصل الباودر والتوم الباودر والبابريكا ومية سخنة حسب الاحتياج علشان نسقي بيها المكارونا وتستوي وبس خلاص وصفة بسيطة جدا اول حاجة واهم حاجة ان احنا عايزين ندي المكارونا لون نحمرها انا هحط كده شوية زيت وعايزين نحمر المكارونا نديها لون ظريف كده ده كلها تاخد لون واحد حلو كده هنلقى سهل الوصفات الواحدة يعملها على طول وينجز هنحطها للمكارونا مكعب مرأ وهي بتتحمر كده طبعا علشان ما تاخدش لون غامق ولون فاتح يعني يبقى كلها لون واحد نفضل نقلب فيها طول ما احنا وقفين كده قبل بقى ما تاخد لون ظريف في الطاصة هنا جنبي نحط شوية زيت حاجة صغيرة جدا يعني مش كتير تعم علاقتين كده ومعاي بقى السجق السدق السجق بقى ظريف طبعا هاتي سجق بلدي وحاولي وانتي بتجيبيه يعني آآ آآ تبصي عليه عايزين اللحمة تبقى باينة فيه وشكله فرش ولونه حالي هشوحه بس كده وارجع فيني للمكارونة تبقى ظريفة جدا نعبر البيت يعني تخطيها في علبة فلاستيك بقى ما تهدى طبعا وتبرد وتاخديها معاك بقى ايه في النادي مثلا اللولادة عايزين يتغدوا طلعي لهم المكارونة بالسجوء يعني صرتشة وفضيعة نحمر المكارونة طبعا المكارونة المرمارية ستغنونة دي بتبقى احلى نوع مكارونة يتحمر يعني الانواع اللي بتبقى المكارونة اشكال تاني او حاجات اكبر من كده في الحجم بتبقى ظريفة برضو كل حاجة بس انا بحب قوي المكارونة ستغنونة دي لما تتحمر بشكلها احلى هحط بقى على السجوء آآ بابريكا هحط بصل فاودر وتوم فاودر ورشة ملح وفلفل للاسف السجوء اللي معايا دوت نوعه مش حلو الحقيقي يعني باينة هون فكله تفتفت لكن انت بقى إيه هاتي نوع السجوء حلو علشان ما يحصلش فيه اللي حطل هنا ده المكرونة هي بتادي تاخد لون زريب كده هون. تاريحتك حلوة صحيح بس شكلك مش عاطفش. هوا ايه يعني قلب لحمة مفرومة. كده. قول حصل دلوقتي فرصة عظيمة ان انتم تشوفوا يعني احنا محتاجين السجوقة تبقى متربطة كويس والسجوء الشرقي مش السجوء مثلا اللي هو اللي بيبقى معلب او كده لا بيبقى السجوء الشرقي من عند الجزار او حتى الجزار بتاع السوبر ماركت بيبقى عاملو ومحبشو كده وشكلو زريف بيبقى احلى بتفير من الحاجات اللي هي بتبقى معلبة. كده خلاص المكرونة اخدت لهم زريف. عايزة بقى ايه? اخط لها السجوء. كده اهو. كده اهو. كده اهو. ونقلب. السجوء اهو. وهعمل ايه? هحط بقى مية سخنة. اللي هدوب تغطي المكرون. هنحط رشة ملحة وكلفل برضو حاجة بسيطة. هنقلب كده. هنقلب بقى ايه? المكرونة تتشرب شوية من المية سخنة اللي احنا حطناها ديت. اول ما لقيها تشربت شوية هعمل ايه? هوطي النار على اوطى حاجة. وهغطي الحلة. واسبها تقريبا ربع ساعة. ربع ساعة بس كفاية. هتكون المكرونة ستوت. والسجوء بقى ظريف. طبعا انا في الفاصل بقى هروح. هدعبس في التلاجة على سجوء آآ سجوء ظريف غير ده. علشان ادي له تشويحة برضو والح احطه آآ معاهم عشان يبقى شكله حالي. حضروا لي السجوء من التلاجة يا جماعة الغالي تبقى ليجي فاصل. كده هون هتاخد لوت ظريف على فكرة تقدروا تحطوا صلصة كمان. لو عايزين تحطوا مسلا معلقة من معجون صلصة التماطم هتبقى برضو ظريفة جدا لو تحب. هو كده ايه خلاص هيبس تشرب. سنفضة جيدة كلام ده كله. نشيل هذه الاشياء. كده اهو. احنا بقى هننقلها على نار هادية تماما. كده هنا. وهغطيها. وهقول لكم بقى ايه مقدير البيتزا كون قبل ما نطلع فاصل. بس كده بقى السخونية الفضيعة دي بس. هنا بقى نار هادية تماما ومغطيني الحلة زي ما اتفقنا لمدة ربع ساعة. هقول لكم بقى مقدير البيتزا الظريفة قبل ما نطلع الفاصل. بصوا يا شباب. عجينة البيتزا سهلة جدا مكوناتها بسيطة. اهم حاجة فيها عشان العجينة تنجح. من اهم الحاجات يا لان فيه اكتر من حاجة مهمة. اهمها هو نوع دقيق. عايزين نوع دقيق قوي. مكتوب عليه مخبوزات او مكتوب عليه بيتزا. دلوقتي كل السوبر ماركت الكبيرة بتلاقي الدقيق محطوط على القرفف متخصص يعني بتاع الكيك بتاع البسكوت بتاع البيتزا. فالنوع القوي بتاع البيتزا هيطلع لك العجينة نكحة جدا غير الانواع التانية من الدقيق. احنا عايزين دقيق مخبوزات تقريبا ثلاث كبات كبار. معلقة واحدة بس كبيرة خميرة. معلقة صغيرة من السكر. وتقريبا معلقتين او ممكن ثلاث معلقة كبار من الزيت. اي زيت بقى زيت زاتون. زيت عبات شمس زي اللي عندك يعني فيش مشكلة. وشوية من المية الدفية للعجن. وهنعمل العجينة. بالنسبة للحشوة بقى. معايا فلفل الوان طبعا. بيتزا بقى. فلفل الوان جبنا موزاريلا. معايا ببيروني حجمه صغير. ببيروني او سلامي او بصرمة او فراخ او لحمة. يعني كل دي اي حاجة تحت بتحطيها على البيتزا من فوق. مفيش مشكلة. معايا زيتون اسود مخلي. ممكن برضو. وهنعمل بقى ايه? صوس البيتزا. اللي طبعا فيه ناس كتير جدا عندها مشكلة مع صوس البيتزا. هنعمله باسهل طريقة. طريقة انا بعملها من زمان جدا وتحفى. ومن غير بقى ايه? ما نقطع ونقطع ونضرب في الخلاط والكلام ده كله. سهلة جدا هنعملها بصوس طماطم بيتي هاينز. زريف جدا وصيفي كده يخلص لنا الموضوع هوا. عبارة عن تقريبا كوباية من صوس الطماطم هاينز معها معلقة كبيرة من البصل الباودر توم باودر معايا بابريكا ملح وفلفل زيت وهنحط كمان زعتر فرش. بس كل ده على النار يبقى بك كده ويبقى ليه لو يحتاجنا نحط معلقتين من المية مثلا ممكن نعمل كده بس مش هنحتاج لان الصوس الطماطم هو الصوس اساسا مش تقيل. فبالتالي مش هنحتاج نخففه ابدا بمية ولا حاجة وهي بقى عندنا صوس بيزا طعمه وريحته فضيعة زي المعلب اللي بنشتريه في قرفه في السوبر ماركت اللي مكتوب عليه صوس بيزا هو ده بالضبط يعني واحلى كمان بتقدري تعملي حتى منه كمية شوية وترجعيها تاني في الازازة وتحطيها في التلاجة وقت ما تحب تعملي بيزا تطلعيها او تشيليها في الفريزر في علبة او في كيس بلاستيك عشان يبقى مسهل عليك وهو مجمد تقدري تفكي منه وتستخدمي في اي بيزا في اي يوم عايزة تعملي في بيزا وبس خلاص احنا ممكن احنا عندنا وقت لسه ممكن نعجل العجينة عندنا دلوقتي فاصل خلاص اوكي خلاص هروح اشوف سجوء تاني بقى دلوقتي حالا في الفاصل ونرجع بحشان نعمل العجينة ونعمل البيتزا كون خليكم معنا ان شاء الله سوف اقعد انا جيت وعملت شوية سجوء تاني وارجون خطوهم كده من فوق وقلبهم مع المكرونة كده كده ونشيل بقى الطاصة دي بس بقى ايه ديهم كده تقليبة مع المكرونة تقليبة زريفة ونخليها تكمل تسويتها بقى براحتها خالص بس كده يلا بقى نعمل عجينة البيتزا اقول لكم تاني بسرعة المقادير معي تلات كوبايات من الدقيق دقيق قوي اللي هو بيكون مكتوب عليه بيتزا او مخبوزات تمام؟ معي معلقة كبيرة من الخميرة معلقة صغيرة من السكر ثلاث معالق كبار من الزيت اي زيت مفيش مشكلة اللي موجود عندك مية دافية للعجينة بس دي العجينة والحشوة بقى بتاعت البيتزا حاجة بسيطة خالص تقدري تحطي فلفل الوان تحطي جبنة موزاريلا عايزة تحطي ماشروم فراخ لحمة انا هنا محضرة بيبروني معايا هنحط الحشوة على مزاجنا وهنعمل صوص البيتزا بصوص طماطم بيتي هاينز سهل جدا عبارة عن ازازة من صوص الطماطم هاينز عليها معالقة كبيرة بصل باودر توم باودر بابريكا ومالح وفلفل وزعتر فراش بس كده حاجة بسيطة خالص وظريفة انا عايزة اعمل الصوص الاول وبعدين نعجل العجينة عشان يلحق يهدى شوية فنجيب ايه ايوة ايه زي الكسرولة الظريفة هنا كده سخن النار بس هحط كده ايه معالقتين كبار من الزيت دي كده اول حاجة وهناخد صوص الطماطم بيتي هاينز الزريف ده هحطه على طول هعمل لنا صوص بيتزا هوا هحطه هنا كده ايه على الزيت هحط الازازة كلها كده ايه كده ايه ناس كده هحط بقى ملح فلفل بصل باودر كده ايه توم باودر هحط كمان بابريكا والزعتر الظريف بس كده وهقلبهم اسرع واسهل صوص بيتزا ويجنن بس كده بس كده ياخد غلوتين ولا حتى غلوة واحدة وخلاص ونقدر نرجعه بنفس الازازة بتاعت صوص الطماطع ونحطه في الثلاجة نبقى ايه عندنا صوص البيتزا جاهز على طول تساهل الحكاية احنا كده ايه هسيبه بس ياخد غلوتين وتعالوا نعجل مع بعض البيتزا هنحط الدقيق ايه كده من هذا الشكل الزريف ونحط رشة ملح ونضيع الملح في الدقيق نقلبه كده ونحط بقى الخميرة السكر ومعايا بقى الزيت زيت الزيتون او اي زيت عندك مفيش مشكلة خلاص بصوا هنا الصوص بقى للكده تمام انا هرفعه من على النار نسيبه هنا كده يهبسنا علشان مستخدمه على طول في الوصفة زيت الزيتون بقى نحط كده معلقتين ثلاثة كاس كده ومعايا بقى مية دافية نحط هنا كده مية سخنة عليها مية فترة عشان نعمل مية دافية ونجي المية ايه جقاس كده ونعجن ننلم العجينة ما تزويديش قوي في المية خليكي مسيطرة خط شوية بشوية كده وايه واعجينيه من اهم الحاجات برضو لنجاح اي عجينة ان انت تعجينيها كويس تعجينيها بتاع اربع خمس دقايق بايدك كده عشان تديكي نتيجة هايلة وهنسيبها برضو ايه بتتخمر فيها خميرة لغاية لما يتضاعف حجمها كده بتبقى ايه العجينة جاهزة وهايلة ان احنا نستخدمها على طول كده ها لمنا بقى كل اللي لازق في الطبق ده كده سبحان الله وانتوا بتعجينوا فيها هتلاقوا ملمسها اختلف تماما يعني هتلاقيها بتادي التطرة معاكي وبقت منساجمة اكتر فانت تقدر لي تعجينيها صغيرت لما تحسي بالملمس الناعم بتاعت تمام وزي ما اتفقنا هنغصيها ونسيبها في مكان يعني من غير ما تسيبيها في عينا كان الجو حر انت هتلاقيها في عشرين دقيقة بالكتير بقى لازت كده وبان عليها انها ايه بقت خمرانة وظريفة وجهزة فانا كده ايه هنجيب بقى العجينة الخمرانة ونرجع الكلام ده كله هنا نحطينها في التلاجة ننشي اهو لما منبقى عاملين العجينة من بدري يفضل طبعا بعد ما يعدي عليها بتاعها برا التلاجة ان احنا نحطها في التلاجة عشان ما تبصش كده منبقى هذه الاشياء نسع مكان ونجيب عدة العجين وانشان مريحة الماكارونة والسجوق الظريفة جدا كده هنفرد هنفرد الموضوع كده هنجيب شوية دقيق بقى هنا نحطهم كده نفردهم هنجيب بقى العجينة الظريفة ناخد منها كده حتة انشان هوريكم الفكرة كده هنفرها كده في الدقيق احنا ممكن نعمل لها اكتر من حرك هوريكم حاجة الفكرة كلها انا ايه معايا الامنيوم فايل على شكل ارتاص وهلف عليه العجينة هقول لكم دلوقتي حيلا ازاي كده كمان شكلها هيخلي الولاد يحبوا يأكلوا وهم كده كده بيحبوا البيتزا فلما تعمليها لهم بقى بشكل كمان لطيف هيحبوها اكتر وتخبي فيها بقى الخضار اللي انت عايزة كلها وفيها جبنة فهتتاكل كده اهو وكده اهو تمام عايزة ها ايه احنا ممكن نجيب اوريكم مثلا ده كده اهو ارتاص من الامنيوم فايل تمام علشان ده هيبقى الفورمة اللي احنا ايه نلف عليه العجينة ونقدر نعمل البيتزا كون هايزة اجيب سكينة وهقطع بقى العجينة دي كده بالطول بالشكل ده كده هون وهنيجي هنا على القرطاص ده مهمة بقى جدا من انا ايه اعمل قاعدة كده ايه مقفلة مهمين قصدي وبعدين ايه ابتدي الف العجينة كده هذا الشكل الزريف كده والحتة الزيادة بقى دي بنلزقها بمية عشان نتأكد انها مش هتفك كده لما نجيب ايه شوية مية او لسه تمام كده وبمية علشان ايه علشان ايه اه تلزق ما نلاقيهاش عملت باك كده في الفرن وتفتحت خلي بالك من الحكاية دي وبردو دي هنلزقها كده ونكمل ايه لف كده براحتنا خالص باس كده وبردو ايه هنقفلها بمية في الاخر باس كده شكرا يا نو بصوا ده كده هيبقى شكلها تمام وهنعمل ايه بقى هندخلها الفرن هندخلها الفرن ازاي لو دخلناها وهي نايمة كده الاعدة اللي تحت دي هتلون وتبقى مبططة احنا عايزين نحافز على كل الشكل المدور بتاعها ده فلما عايزين ندخلها الفرن هندخلها بالالامينيون فايل وهو واقف كده فاهمين قصدي بالشكل ده تمام هتدخل الفرن هتاخد لون زريف احنا طبعا ايه عاملين اكتر من واحدة دلوقتي عايزة يوريكوا شكلهم اهو كده اهو وبتشيلي الالامينيون فايل من جوه وبتبقى العجينة من جوه مستوية زي ما انتم شايفين بصوا شكلها الزريف ازاي واخدت لون حلو جدا والفايل بنشيله بمنتهى السهولة ما يبقاش فيه ابدا اي مشكلة تمام فهنعمل كده ويبقوا كده جاهزين عندنا ان احنا ايه نحط الحشوات اللي احنا عايزينها اي حاجة عايزة تحطيها وتحشي بيها هتبقى الظريفة هنعمل ايه اول حاجة خالص عايزة احط في الكون من جوه لان احتمال كبير تكون فيه سنة خرم ولا حاجة فمش عايزة ابتدي بالسوس البيتزا علشان ما يقعش اول حاجة هنحط جبنة متزرلة كده حب صغيرين هنعتبرهم زي السمغ لان هما لما هيسيحوا هيقفلوا القعدة اللي تحت بتاعت الكون تمام وبعد كده بقى معايا سوس البيتزا اللي عملناه حالا بسوس طماطن بيتي هاينز الظريف جدا هناخد كده منه وندخل جوه الكون بصو احط كده ايه معايا بيتزا ولا حاجة من جوه تمام وعندنا بقى خضار فلفل الوان كده زي ما احنا عايزين نحط كده اهو وبعد كده بحط برضو جدنا متزرلة من فوق كده كده ومعايا بقى ايه من فوق بنحط البيبروني المتقطع صغير هنحطه كده من فوق وبندخله الفورن وهو واقف هوريكم المنظر برضو فكرة ان احنا نرجع ندخله الفورن تاني ازاي وهو واقف كده بصوا اهي الصانية بتاعت الانجليش كيك حطينا عليها الامينيوم فايل وايه عملنا كده ايه يعني دخلنا عملنا خوفرة كده في الالمينيوم فايل فبقى بيدخل الكون وهو واقف كده عشان بس اين دخله الفورن والجبنة تسيح بصوا كده فتحة كده في الالمينيوم فايل جوه الصانية فيقدر يدخل الفورن وهو واقف كده يدوب بس ايه الجبنة تسيح ياخد لون ظريف ويبقى بقى بصوا لكون لطيف ازاي والولاد بقى يمسكوه ياكلوه خطير تقدر تعملي منه بكمية اللي انت عايزاها وتخديه معاك برا البيت ظريفة جدا 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 بصوا سهلة خاصة طبعا دي ايه اللي احنا ايه محضرين عشان نقدمها معاكم فاحنا ممكن ايه مادام دول خلاص استاووا بنجيب لهم طبق نحطهم فيه علشان نحط الجودات بقى كده كده قدمها كده ودي هي لسه هحطها هنا معايا الببروني بقى اللي انا قلتلكو عليه ده او ممكن لانشون يعني مفيش مشكلة لو عايزة ومعايا قطعة صغيرة كده عشان ده كان حجمه كبير شوية ونبتدي ايه نقطعه كده زغنون كده انا حطه بقى كده فوق الجبنة يبقى شكله بقى ظريف جدا كده اه بس شكله حلو ازاي نعمل يبقى كمية اللي انت عايزها يا دوب الفرن مش هيعمل اي حاجة انه هيسيح الجبنة وان العجينة تدخل قد ايه بقى العجينة دي نفسها للسه ما حطنلهاش جبنة هتاخد لها تقريبا في حدود 10 دقايق او يمكن حتى اقل 8 دقايق هتلاقيها اخدت لون معاك بسرعة وبس وصفة سهلة جدا وظريفة جدا هدخل الكون اللطيف اللي انا عملته ده هعمل كام واحد كمان ادخلهم الفرن غير اللي خلصه دلوقتي احنا عندنا فاصل وهنطلع فاصل هنطلع فاصل بسرعة جدا وانما هذه الاشياء والحركات عشان نعمل بقى الترايفل بتاع الفواكه مش قادر اقول لكم خطير ان شاء الله ونقدم مع بعض المكرونة بالسجوع سوف اعود ان شاء الله خليكم معنا اشتركوا في القناة انا جيت المكرونة بالسجوق خلاص جاهزة وظريفة جدا بس طبعا زي ما قلتلكو هاتوا سجوق بلدي كون ماسك نفسه اكتر من كده السجوق المعلب ده ما بيبقاش حاله احنا خلاص انا غرفت البيتزا كون اللطيفة حطيتها هناك وهغرف المكرونة هنا في الطبع عشان نعمل بقى الترايفل الفواكه الخطير قط بس كده ايه المكرونة هنا وها بقى مفلفلة وظريفة جدا قط بقى ايه على قد الطبق عشان ما يبقاش مليان على الاخر ناس اسرع اكلة في الحياء وطعمها لذيذ ناس كده تقدري طبعا تضيفلها ايه خضار على فكرة يعني نفس الاكلة دي وتشوحي معه سجوق زي ما احنا شوحنا شوحناه يعني ممكن تحطي ايه خضار معه ايه فلفل الوان عايزة تحطي برضو ماشروم هيبقى لطيف جدا كده اهو بس انا هكتافي بهذا القدر وبس ايه اوضب كده الطبق بس كده ونلم كل اللي حويس اللي احنا لحوسناها دي نحط بقى مثلا ايه ورقة بقدونس كده لطيفة من فوق لونها اخضر جميل تعمل شكل حلو ونحط بقى الطبق هناك كده بس كده وخلصنا الماكرونة بالسجوق اقولكو بقى ايه مقادير وصفة ترايفل الفواكه خطيرة جدا بصوا معايا شوية من الفواكه مشكلة اي فواكه مشكلة عندك هتنفع اه فيه هنا تفاح وفيه تفاح احمر وطفاح اصفر عينب احمر وعينب اخضر معانا كيوي اي بقى تشكيلة فواكه عندك كده اعمليها هتبقى طريفة معايا بقى كمان كريم شانتي مخفوق هطلعهم التلاجة دلوقتي حالا معي صوس شوكالاتة صوس كرامل معي بسكوت مطخون بسكوت شوكالاتة وبسكوت فانيليا مطخونين وكمان معانا شوكالاتة الهي المدورة اللطيفة دي شكلها حلو قوي هنحطها كده من فوق ان شاء الله الوصفة تعجبكو وبس كده وصفة ظريفة جدا هنه هعملها في كوبايات بلاستيك بصوا الكوبايات دي بتتباع في كل حتة ظريفة جدا هعمل كده ايه الكوباياتين الحلوين دول ممكن اخليهم تلاتة ماشي خطوهم كده جنبي ظراف جدا عايزة تعمليه طبعا في كوبايات عادي ازاز في البيت عندك ماتيش مشكلة بس هي الكوبايات البلاستيك دي لطاف جدا للوصفة هجيب الكريم شانتي من الكريم شانتي من التلاجة واقول لكم بقى هعمل ايه والله تعالى يا كريم شانتي هنا اول حاجة هنحط في الكوبايات شوية من الفواكه نحط بقى من كل حاجة كده شوية استانوا ما نوزع عشان عايزة الالوان تباينك مثلا وهنا كمان ايه تشكيل الفواكه بقى بتحبوها او عندك متوفرة في التلاجة هتبقى ظريفة ونحط بقى ايه مثلا نحط شوية من الكيوي كده هم وهنا كمان الكيوي ظريف جدا مش قدر قولوكو بقى مغزز ازاي يعني اكيد كلكو عارفينه معايا بقى عنب احمريكا نحط كده منه شوية عايزين نباين اللون كده وهنا كمان شوية من العنب دي طريق اوي العنب دي كمان الطريق اوي ده بتتخلصوا منه يعني كده ما عايزة طبقت العنب بتبقى باينة اوبس دي ده هوا بهذا الشكل الظريف كده الالوان ظريفة ممكن نحط بقى شوية برضو ده كانت لوب ده افتكرته تفاحة اصفر في الاول تلع كانت لوب نرس كده هعمل ايه بقى هحط طبقة كده من الكريم شانطي فوقهم كده طبقة رؤية مش مش سميكة كده هنا برضو كده طبقة رؤية لو عايزة تحطي عسل ابيض على الفكهة قبل ما نحط الكريم شانطي من فوق ده كمان هيبقى ظريف برضو جدا تمام معها شوية من البسكوت بقى المطحون بسكوت الشكرات المطحون هط منه كده هنا كمان وهنا كمان طبعا ان انت تعملي الكلام ده كله في كوباية شفافة بتبقى احلى لشان يباين اللي انت عامله كله نحط كمان طبقة كده من الكريم شانطي من فوق برضو طبقة كده خفيفة كده هو موسيقى ونحط برضو بسكوت البانيليا من فوق كده موسيقى موسيقى هي انها حاجة حلوة سريعة ولذيذة موسيقى موسيقى كده وما هي باقي كمان كمان كريم شانطي تاني من فوقها بس هي باقي طبقة ساميك كده شوية موسيقى كده موسيقى موسيقى كده هو موسيقى وهنا كمان موسيقى موسيقى كده هو موسيقى 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 واخر كوبية هبت فيها برضو الشوكولات اللطيفة دي كده او بقى شوكولاتة ملونة مثلا اي نوع شوكولاتة تحبيه يعني مفيش مشكلة الموضوع يعني هيبقى بتاعك بقى في الحكاية دي فانا بحب الشوكولاتة دي جدا وشكلها هيبقى ضريف قوي مع اللي احنا بنعمله ده كده او بس كده او كده او اخر حاجة بقى هعملها ان انا هحط عليها من فوق آآ سوس شوكولاتة وبتدي قدمها على طول بقى ان شاء الله كده او من فوق كده او انا اعمل كمان هنا برضو سوس شوكولاتة كده لطيف بس كده بس كده ومعنا كمان سوس الكراميل نحط برضو كده عليه شوية من فوق دي بقى ايه موجودة في الكافيهات طب ما احنا نعملها في البيت اهو انت بقي غسلة الفاكهة بقى وانت اللي عاملة الكريم شانتي بنفسك وكمان عندك اوبشن ان انت تختاري النوع الشوكولاتة اللي انت عايزاها وتشتريه هبتبقى بقى ايه خطيرة جدا نجيب بقى اللي احنا هنقدم عليها كده نحطها هنا كده نشيل الكوباية اللطيفة كده كده بس كده طه هنا كده وبالهنة والشيفة ان شاء الله تجربوها وتعجبكوا الحلقة خلصت نلحق بسرعا نقول احنا عملنا ايه النهاردة عملنا تلت وصفات زراف جدا والوزاس كده في الجو الحر تقدر يتعمليهم على طول وتتحرك برا البيت اول وصفة عملناها المكارونا المحمرة بالسجوء وصفة سهلة جدا جدا هتعجب الولاد قوي لان يعني المكارونا فيها محمرة وصغنونة كده وطعم السجوء فيها كمان خطير والوصفة الثانية عملنا البيتزا كون البيتزا عادية خالص على شكل ارتاص بس بتبقى ظريفة وحجمها حلو كده وشكلها يجوع الولاد هيكلوها على طول فيها خضار وجبنة فكرتها بسيطة خالص واستخدمنا فيها صوس طماطم بيتي هاينز عملنا احلى واسرع صوس بيتزا والوصفة الثالثة عملنا مع بعض ترايفل الفواكه بالكريم شانتي فضيع والشوكولاتة لازيز جدا وسهل وتقدري تعمليه بقى اي حركات كده فيه كمان اكتر من كده يعني عايزة تضيفي بقى اي مكونات تانية تليق معاه هتبقى خطيرة دخليه بس كده التلاجة عشان الصوس الشوكولاتة اللي عليه ده كده يمسك شوية ويهدى وبالهنا مش شفا يارب تكون الحلقة عجبتكم واستنولي بكرة بقى ان شاء الله باي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة